عمر وعلي التوأم السيامي العراقي يدخلان ضمن قائمة الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض بعد تخوف مستشفيات في المنطقة من إجراء عملية الفصل التصاق عمر وعلي يكمن في منطقة الكبد والأمعى بيد أن الفحوص الطبية الأولية التي سيجريها المستشفى حاليا ستؤكد مناطق الالتصاق لهما التي ستتضح نتائجها بعد أسبوعين الحمد لله الطفلين عمر وعلي تم فحصهم سريريا ثبت استقرار الآلامات الحيوية لهم تم أيضا مراجعة التقارير الطبية المرفقة معهم وتم أخذ التاريخ المرضي مع الأبوين وبإذن الله الأمور مطمئنة صراحة ولدات توأم السيامي متفائلان بنجاح العملية فهما لم يتوقعا أن تنهى إجراءاتهما خلال مدة وجيزة حتى يصلا إلى السعودية إن شاء الله هنا في هذه المستشفى حالتهم جيدة لأن هذه مهمة مؤولة عملية تنجح وإن شاء الله يقومون الصحة والسلامة على إيد الدكتور عبدالله الربيع والفريق الطبي الفريق الطبي المعتاد على فصل التوائم سبق وأن قام بفصل حالات مشابهة وأكد أن عملية الفصل ستتم في الوقت المناسب بعد نتائج الفحوص الحيوية والطبية لقناة الحدث هانس فيان الرياض